الكثير منكم سمع أن قشر الرمان جداً مفيد للمعدة والقلون لو تبحث في الجوجل عن فائدة قشر الرمان راح تشوف عدد كبير من الناس تنصح باستخدام قشر الرمان في تخصيص الوزن وأيضاً اللي عنده مشاكل في المعدة طبعاً نحن نتكلم عن قشر الرمان الخارجي والداخلي ولكن للأسف هذا القشر فيها مادة تسمى الكلويدز هي مادة مرة سامة وبالتحديد للكبد وهذا القشر فيه الأساس ووظيفة هذا القشر الحفاظ على جودة البذور فالإنسان يستفيد من البذور اللي نحن دائماً ناكلها لأن فيها مادة تسمى إيلايجيك أسد إذا استخدمت القشور بشكل مفرط ما بين 4 إلى 6 شهور فأنت تتعرض كبدك للخطر لأن هذه المادة بتخلي الكبد تدريجياً خطوة بخطوة في مرحلة التلايوف وعسى الله ينفع بكم هذا المقطع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر